قدم برنامج صباحكم نور الذي تعده وتقدم الدكتورة باسم السمعان حلقة متميزة بعنوان الاستعداد للصوم الأربعين المقدس وقد استضاف البرنامج سيادة المطران جمال خضر النائب البطريركي للاتين في الأردن حيث تركز الحديث حول الوجه الروحي للصوم المتمثلي بالامتناع عن الخطيئة وتجديد العلاقة مع الله بالصوم والصلاة والصدقة والعيش معا كجماعة واحدة فإلى هناك زمن الصيام هو زمن روحي هو زمن اللي فيه نتقرب من الله نتطهر من خطيئنا هو زمن توبة بنسميه زمن الأربعيني لأن الموضوع ليس فقط صيام الكنيسة دائما بذكرنا في بداية الصيام بالمحاورة الثلاث صلاة صوم صدقة الصلاة في علاقتنا مع الله في العودة إلى الله في التوبة إلى الله الصوم في حرمان أنفسنا نعم في تنقية أنفسنا والصدقة هي في علاقة المحبة مع القريب نعم الأساس هو أن نعيش هذه المسيرة التوبة خلال هذا الزمن الأربعيني ونتقرب فيها من الله من القريب ومن أنفسنا ما المطلوب يعني الشيء الجديد المطلوب من المؤمنين يقوموا فيه يعني خلال فترة الصوم تشوف ما هي متطلبات المؤمن مثلا أنه يركزوا عليها خلال فترة الصوم بعيدا عن الأكل والشرب بعيدا عنك نعم المسيرة التوبة هي أيضا مسيرة التحرر نعم هناك كثير من الأمور التي تستعبدنا نعم ولما نراجع عنفسنا ونشوف أنه فعلا فيه أمور اللي بتقيدنا وتتحكم فينا نعم نحن بحاجة أنه نتحرر منها نعم إذا كان حب المال بتحكم فينا نعم هذه طريقة للتخلص منها نعم إذا كان هناك إدمان نعم اقترح خداثة البابا في السنوات الماضية على سبيل المثال أن نصوم على الإنترنت نعم عن وسائل التواصل الاجتماعي نعم في ناس على فكرة بتوقف الفيسبوك مثلا نعم بدي أتحرر من هذه العبودية نعم بدي أشوف الوسائل بشكل مستمر ما هي العبودية اللي أنا خاضع لها للأسف واللي بدي أتحرر منها ما هي الخطايا اللي موجودة في حياة بدي أتحرر منها العادات السيئة الإدمان اللي موجود نعم ممكن مواقف داخلية تجاه بعض الناس نعم مواقف قلة محبة أو ضغيمة تجاه بعض الناس لازم أتحرر منها بمحبة حقيقية ومصالحة حقيقية مع الآخر نعم ماذا تقول سيدنا عن أعمال الرحمة أيضا في هذا الزمن يعني الإنسان اللي بيصوم كمان إذا وصيامه غير مرتبط بأعمال الرحمة كمان يصومه ناقص بيكون فهو صوم وصلاة وصدقة أو بنقول صلاة وصوم وصدقة يعني الترتيب فالموضوع الصدقة في هذا الزمن هل هو فرض على الإنسان المؤمن الصائم هو فرض على الإنسان ومجال الصدقة و أعمال الرحمة واسعة جدا نعم واسعة جدا من سيارة مريض نعم من المساعدة إنسان محتاج من تعزية إنسان محزون من كلمة لطيفة للآخرين كلمة تشجيع موجودة من اهتمام بأفراد العائلة لأنه أحيانا نتغاطى نلتهب بمئة إشي وإشي حتى لما نكون موجودين في البيت نعم الوقت هلا هو وقت للعائلة نعم وقت للاهتمام بالعائلة وبكل فرد من أفراد العائلة نعم نظهر هذا الاهتمام هذه المحبة بأبسط الطرق ولكن لتكون طرق صادقة نعم حقيقية صادرة من القلب حينها نعم ممكن أن تصبح أعمال الرحمة أعمال ضرورية العيشها خلال هذا الزمن وزي ما قلت أعمال الرحمة هي مجالها واسع جدا نعم اللي من خلالها منعبر عن محبة صادقة حقيقية سيدنا هل بتشوف كمان أعمال الرحمة وأيضا الالتزام الديني الروحي مثلا من أحد المتطلبات في هذا الزمن الصوم أنه مثلا زيادة حضور القدس مثلا بدل ما يكون قدس مرة بالأسبوع هل بتصير مثلا عم بتشجع الناس كمان أنهم يحضروا قدسين أو ثلاثة يعني هذه كمان خلال فترة الصوم بزيد مشاركتهم الإيمانية مش غلط هلأ في عنا خيارات واللي منشجع الناس عليها نعم في عنا خدس يوم الأحد نعم في عنا يوم الجمعة درب الصليم نعم وفي الكنازة الشرقية المدعيح نعم وهي صلوات خاصة بزمن الصيام نعم في عنا قراءة الكتاب المقدس نعم كمان اللي بننصح فيه خلال هذا الزمن نعم في عنا الصلاة الفردية أيضا أنه ادخل حجرتك واغلق عليك بابها نعم وهنا لك صلي في ناس متعودين أنه في زمن الصيام يكون في عندهم عشر دقائق ربع سيعة للصلاة نعم كمان هذا أمر يعني رائع جدا نعم والذي بدخلنا بهذه العلاقة الشخصية مع الله يعني ما نكتفي بس بيوم الأحد إنه نحضرنا للتاس بزمن الصوم يعني نتقرب أكثر من الله كيف ممكن نتقرب غير الصلاة نعم إيش الطريقة ممكن مشجع إذا العائلة كلها تجتمع للصلاة نعم يعني بيكون كمان إيش رائع جدا نتمنى يا رب موسم صيام للجميع يكون صوم مبارك وتحقق في زيادة المحبة التعاضض والتكافل مع بعض نكون جسد واحد مثل ما أرادنا سيد المسيح ترجمة نانسي قنقر